مرحبا بكم في قناة اصعار السيارات في المغرب. السلام عليكم ورحمة الله. آآ اليوم آآ قاعدين نشوف واحدة سيارة. من صفتها لنا واحدة من المتسبعين ديال القناة ديالكم. القناة هذه. آآ من متسبعين صفت لي آآ عبر رقم الواتساب اللي كتشوفوا في اسفل الشاشة. صفت لي هذه السيارة هذي. آآ بغي يبيعها. هذه السيارة هذي آآ كما كتشوفو معيا فاي سيارة من نوع آآ السيتروين السيكنز. السيتروين السيكانز هرا معروفة جدا. آآ بنسبال سيتروين السيكانز مولة هاتي يقول لها ان هذه موديل الفين وجوج موديل الفين وجوج آآ آآ بنسبف لهاتصيارة هذه فآ آآ كان في مدينة اكادير كان في مدينة اكادير آآ مولأها آآ كيتلفيها مبلاغ ديال تمامية وثلاثين آآ في درجة درهم. ثلاثة المليون وثمين مئة. كي يطلب فيها ثلاثة المليون وثمين مئة. كنت توجه في مدينة اقادير. اه اه ومولا تقول ها لانها سيارة زيانة. اه ديال الخدمة الصح والعمل. اه والثمن ديالها كما قلت كي يطلب فيها ثلاثين الف درهم. اذا هذه السيارة من سيطرة فكما تشوفوا معي فالصباق ديالها نقية. اه سباق ديالها زيانة. ما معوداش. وفيها الفورت الفوقاني. بنسبة اللي اللي يبغي هزشي سلاة او لا. فآآ فآآ اه اه قد تنفع هذه القضية هذه. وبنسبة كذلك فالبادري فيها باقي جديد. وموتور ديالها امرش. ديال الخدمة المهمة السيارة ما زالت نقية. ما زالت تخدم بها. وبنسبة لات السيارة هذي كي ما قلتك يعني في مدينة اقادير بنسبة للناس اللي مهتمين وبغاوا آآ يشوفوها. فآآ غدي نخليكم كذلك الرقم ديال ديال موتور طنفيلة. باش توصلوا معا بآ بصيفة مباشرة. إلا كنتوا مهتمين غدي نخلي لكم النمرة غدي تدخلوا بمولها. آآ بنسبة لكذلك الناس اللي عندهم اي سيارة بغاوا يعرضوها للبيع. فآآ ما عليهم الا يصفتوا لي هذا الرقم دوات صب ستسبعة وثلاثين عشرة مليون وتسينية وتمنتاش. وان شاء الله هذي نعرض لكم القناة نعرض لكم السيارة ديالكم ونحطها في القناة ديالنا باش تتبع بحوالي الله. وآآ ما تنسوش كذلك الاشتراك في القناة فراه كل نهار كان حطوا فيديو آآ حول السيارات اللي معروضين للبيع بآآ 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 شي موضي اللي بغتنا نتسكلموا عليه او الا شي ماركة شي السيارة بغتنا نهضرو عليها ونشوف وجوب لكم السيارات اللي معروضين اللي بيع منها من ذاك النوع اللي بغيتوه فما عليكم ديالكم ديالكم تكشبوا ليها في في الكمنتر في التعليق وغدين نخصص لها فيديو ان شاء الله باش نهن نهضرو عليها ونشوف الطمبلات اللي المعروضين للبيع